كانت الشرعية اليمنية حتى وقت قريب تحتفظ بشيء من الوقار والثقة في أوساط الناس بمحافظة المهرة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من اليمن لكنها ومنذ سمحت بدخول القوات السعودية إليها بدأت تفقدها شيئا فشيئا فمنذ وضعت السعودية أقدامها في المهرة بالرغم من اتفاع أي مبرر لذلك أصبحت الشرعية مجرد محلل للكثير من الانتهاكات والاستفزازات التي طالت أبناء المهرة لكنها اليوم أصبحت هدفا لتلك الاستفزازات والإهانة الصلف والعنجهية السعودية وصلت دروتها خلال اليومين الماضيين حينما أقدم منذوب التحالف خالد الحارثي على اقتحام مبنى الجمارق وقام بإهانة وتهديد قيادة المنفذ والعاملين فيه كما وجه باحتجاز سيارات ومركبات مملوكة للمواطنين بدون وجه حقه الحارثي وجه أيضا باستحداث نقطة عسكرية أمام المنفذ الغربي لمنفذ شحن بل وصل الأمر حد توجيه إهانات لفظية تتضمن استخفافا بالسلطة المحلية والشرعية ممارسات المندوب السعودي في المهرة تعكس حالة الارتهان والاستلاب التي تشهدها اليمن بسبب ضعف الشرعية ومصادرة قرارها من قبل السعودية كما أن ذلك يؤكد أن ما يحدث في المهرة واحتلال مكتمل الأركان ولابد من الإشارة إلى أن السعودية استحدثت قواعد عسكرية ومعسكرات وعشرات نقاط المسلحة في المهرة كما لم تتوقف عن شراء الولاءات وزراعة عناصرها في الأوساط المدنية والاجتماعية والهدف هو خلق حالة ارتباك مجتمعي تخدم وجودها غير الشرعي ولعل من المنطق التذكير بأن التحالف جاء إلى اليمن بحجة إعادة الشرعية بعد أن صادرها الانقلاب الحوثي لكن وبعد أكثر من خمس سنوات على الحرب ها هم اليمنيون يخوضون حربا للتشبث بالحد الأدنى من الشرعية في المحافظات التي لم يصلها الحوثي كالمهرة وسقطرأة ويبقى السؤال ما الذي تبقى من السيادة الشرعية وما الذي أبقته السعودية من ممارسات الاحتلال